في خطوة ملؤها المحبة قامت بعثة للميروانورسات بزيارة إلى أول كنيسة في العالم للأرمن الكاتوليك المكرسة على اسم القديسة تيريزيا الطفل يسوع الكائنة في حي كوكينيا بيريي أثناء منذ العام 1925 تم تكريس الكنيسة زت الطابع القديم من الخارج والجديد من الداخل في سنة نفسها التي تم فيها أعلان قداسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع نحن الآن متواجدين في محافظة بيريي حي كوكينيا المنطقة التي سكنوا الأرمن بعد نزوحهم مباشرة من إزمير وسكنوا في جزيرة أو بالأحرى في الكريتا نتقلوا لأثناء أو بالأحرى من أولى للبيرييا وبهالمنطقة مباشرة إرساليتنا لمؤسس كنيستنا في اليونان خادم الرب زهرابيان مباشرة نتقل مع الجالي الأرمنية وأسسوا هذه الكنيسة وإلى جانبها المدرسة ومسكن للكهنة تروي كل أيقونة من أيقونات الكنيسة قصة الجمالية والرونق الروحي اللذان يطفيان جمالية على هذا المكان المقدس تفتح الكنيسة أبوابها أمام المؤمنين خمس مرات في السنة وبالأعياد التالية عيد الخطاص عيد التجلي عيد انتقال السيدة العزرة عيد الصليب عيد القديسة ريزيا الطفل يسوع هذا وكشف الإكسرخوس جوزاب بيزازيان بيزيزو المدبر الرسولي للأرمن الكاتوليك في اليونان عن مشاريع ترميمية جديدة منها ترميم قاعة الكنيسة وغير ذلك من الغرف القديم المجاورة ليصال إلى إقامة العديد من النشاطات والاحتفالات لجانب هذه الرعية المدرسة اللي كانت مدرسة والمبنى اللي كانت خاصة الكهنة اليوم في مشروع ترميم لإعادة إحياء عدد من النشاطات اللي ممكن تغضم أهل الحي بشكل خاص الأرمن ولكن في بعض اليونان وخاصة بالنسبة للأطفال بالتعاون مع كاريتاس كنيسة الأرمن الكاتوليك اللي افتتحناها منذ حوالي السنتين فهذا المشاريع كلها قائمة لخدمة دائما النفوس ولخدمة هذا الشعب